السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين كنفا الموقع الكبير اللي فيه امكانات حلوة قوي. طيب احنا هنجرب دلوقتي ابس ادرج هنا في الابس واجه اعمل سيرش هنا على الويت بورد تمام فاطلع لي اسبيت بانتر او ممكن تكتب اسبيت بانتر على طول تمام اه. اسبيت بانتر بيقول لي عايز تحطها في لوحة من اللي انت عاملها او في رسمة من اللي انت عاملها. واللي عايز تعمل نيو ديزاين. طيب اقول له نيو ديزاين او تختار حاجة تكون موجودة عندك. صورة من الصور اللي انت عاملها. فبيقول لي انت عايز مسلا ويت بورد ولا عايز كومنتس ولا عايز صورة ولا عايز بوست ولا عايز ايه. فانا اخترت اللي هو الانستجرام اي حاجة يعني مش تفرق. تمام? وهبدأ احط صورة وخليه يبدأ ان هو يرسم الصورة دي بحيس انها تطلع فيديو شكل كويس. فبيقول لي اختار الصورة. فانا اختار الصورة دي مسلا ايه. فبيقول لي انت عايز خط الايد ترسمها في كم ثانية اطوله ثلاث سواني. تلونها في كم ثانية اخترت برضو ثلاث سواني. فهيبدأ يعمل لي الفيديو بحيس الصورة تبدأ فاضية خالص وبعد كده في ايد تبدأ ترسم وبعد كده يبدأ ان هو يلونها يعني هتاخد تقريبا ست سواني. طبعا تقدر تعمل فيديوهات كتيرة مسلا تكون بتشرح كتاب وتبدأ تعمل مجموعة من الفيديوهات كل واحد فيهم ست سواني وبعد كده الجباحهم كلهم وتعمل مسلا كانت بتشرح كتاب زي الموقع الشهير اللي هو اخضر اللي هو بشرح في كتب جميلة. تمام? بدأ يورها لي فبيقول لي ادتو ديزاين فاقول له ادتو ديزاين تمام? بيو اللي بقى اختار المأسف تاحها. فكبرتها هوت. تمام? قعد ثلاث ثواني قابا يدوسه وبعد كده ادها لي بالالوين بالشكل الجميل دوت. تمام? تقدر بات لو انت عايز تعدل فيها كده تغير فيها زي ما انت عايز. طيب لو عجبتك ما تقدر تشغالها من هنا هيت. ممكن تجمع بقى الفيديوهات دي من خلال برنامج زي كب قط. تقدر بقى تعمل شير. وتقول له انا عايز اعمل اشهارة مع اصدقاء او اعمل لها دون لوت. فلو انت تعمل لها دون لوت. هيبدأ انه يحملك كفيديو. اه. فيبقى عندك الفيديو تقدر ان انت تتعدل فيه. اه اجب تعمل له دون لوت.